بحساب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام نحسب فرق البسطين ونحتفظ بنفس المقام ثم نختزل إذا أمكن إذن أيضا سوف نحول هذا الواحد إلى عدد كسري إذن هذه الوحدة قسمت الآن إلى كم من جزء قسمت إلى تمانية أجزاء متقايصة أو متساوية إذن نكتب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس لمستوى الثالث طرح الأعداد الكسرية الأهداف حساب فرق أعداد كسرية لها نفس المقام وتوظيفها لحل وضعية مسألة فلنبدأ على بركة الله بتذكير المتعلمين بمفهوم العدد الكسري إذن ما هو العدد الكسري؟ هو خارج قسمة عدد صحيح طبيعي على عدد صحيح طبيعي آخر مخالفا للسفر ويكتب على شكل كسر بحيث العدد الذي يكون فوق الكسر يسمى البصد والعدد الذي يكون تحت الكسر يسمى بالمقام مخالفا للسفر وكأمثلة لدينا 1 على 4، 3 على 7، 2 على 5 وهكذا كما نذكر بخاصية حساب مجموع أعداد كسرية لها نفس المقام انطلاقا من نشاط سريع على الألواح أو نشاط جماعي على الصبورة إذن 5 على 10 زائد 3 على 10 إذن لحساب مجموع أعدادين كسريين لهما نفس المقام نحتفظ بالمقام الموحد ونجمع البصدين 5 زائد 3، إذن 5 زائد 3 تساوي 8 على 10 هل لدينا إمكانية اختزال هذا العدد الكسري؟ نعم، لماذا؟ لأن هناك مضاعف مشترك بين 8 و10 إذا لدينا طريقة إما أن نفكك العدد 8 بحيث يصبح لدينا 4 في 2 والذي هو يعتبر مضاعف أيضا للعدد 10 ونكتب 10 على شكل 5 في 2 ثم نختزل بالعدد 2 فيبقى لدينا هنا 4 على 5 هل يوجد مضاعف مشترك بين 4 و5؟ لا، إذن هنا توقف لدينا الإختزال أو نستعمل القسمة بحيث المضاعف المشترك هو القاسم المشترك لـ 8 و10 إذن فنكتب 8 مقسمة على 2 و10 مقسمة أو نقسمها على 2 8 مقسمة على 2 تساوي 4 و10 مقسمة على 2 تساوي 5 العدد الكسري 4 على 5 هو عدد مكافئ مختزل بالعدد 8 على 10 الآن نأتي إلى حساب مجموعة 3 أعداد كسرية إذن نطبق القاعدة حساب مجموعة أعداد كسرية هو عدد كسري له نفس المقام بحيث نحتفظ هنا بالمقام الموحد ونجمع البسط إذن 3 زائد 1 زائد 2 تساوي 6 على 6 و6 على 6 تساوي 1 هنا نستنتج أن مجموعة الأعداد الكسرية لدينا هنا يساوي 1 كاملة العدد 1 هو عدد صحيح طبيعي يمكن أن نكتبه على شكل كسر بحيث يكون المقام يساوي البسط إذن يمكن أن نكتبه على شكل 4 على 4 أو 8 على 8 3 على 3 10 على 10 وهكذا ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها كيفية حساب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام وتوضيفها لحل وضعية مسألة قبل الشروع في ذلك دعونا أولا نذكر بمراحل حل وضعية مسألة أولا تتم قراءة نص المسألة ثانيا استخراج المعطيات الأساسية ثالثا تمثيل وضعية رابعا استنتاج العملية مراد استعمالها خامسا تقديم الحل نبدأ بقراءة نص المسألة اشترى أحمد قطعة شوكولاتة مستطيلة الشكل وقام بتقسيمها إلى 6 أجزاء متساوية أكل منها 4 أسداس أو 4 على 6 وترك الباقي لأخيه كيف نحسب الباقي؟ الحالة الثانية نستخرج فيها المعطيات الأساسية إذن اشترى أحمد قطعة شوكولاتة مستطيلة الشكل إذن المهم أنها قطعة واحدة وقام بتقسيمها إلى 6 أجزاء متساوية أكل منها 4 على 6 وترك الباقي لأخي إذن هناك باقي سؤال كيف نحسب الباقي؟ مرحلة الثالثة وهي تمثيل الوضعية إذن لدينا قطعة شوكولاتة واحدة هذه القطعة الشوكولاتة قام أحمد بتقسيمها إلى 6 أجزاء متساوية 1, 2, 3, 4, 5, 6 إذن لدينا أحمد أخذ القطعة الواحدة فقام بتقسيمها إلى 6 أجزاء وحصلنا على 6 أجزاء يعني أن 1 تساوي 6 على 6 أكل منها 4 على 6 وترك الباقي لأخيه الآن مرحلة الرابعة وهي استمتاج العملية المراد استعمالها لإيجاد الحل إذن كان لدينا قطعة شوكولاتة واحدة قام بتجزئها إلى 6 أجزاء متساوية أكل منها إذن هنا لدينا عملية 4 على 6 وترك الباقي لأخيه إذن هنا نستنتج أن لدينا عملية الطرح يعني أن 6 على 6 ناقص 4 على 6 تساوي الباقي وبما أنه نتكلم عن عملية الطرح فإن الحد الأول الذي هو عبارة عن عدد كسري يسمى المطروح منه والحد الثاني الذي هو أيضا عدد كسري يسمى بالمطروح والنتيجة التي نبحث عنها التي هي أيضا عدد كسري يسمى بالفرق إذن الآن كيف نحسب فرق عددين كسريين نستعين أولا بالتمثيل لإيجاب الباقي يعني الفرق بين العددين نلاحظ أن أحمد ترك لأخيه 2 على 6 نلاحظ جيدا ونستنتج خاصية حساب فرق عددين كسريين أولا نلاحظ أنه احتفظنا بنفس المقام ثانيا نلاحظ أننا قمنا بحساب فرق البسطين يعني 6 ناقص 4 تساوي 2 هل هناك إمكانية اختزال العدد الكسري 2 على 6؟ نعم لأن هناك مضاعف مشترك بينهما إذن نقسم 2 على 2 وأيضا 6 نقسمها على 2 أو نفكك 2 فنكتبه على شكل 1 في 2 و6 نكتبه على شكل 3 في 2 إذن 2 مقسمة على 2 تساوي 1 و6 نقسمها على 2 تساوي 3 هنا نختزل بـ 2 فيبقى لدينا 1 على 3 ونكتب الخاصية بحساب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام نحسب فرق البسطين ونحتفظ بنفس المقام ثم نختزل إذا أمكن الآن نقوم بـ 8 تطبيقي أحسب الفرق ثم أختزل إذا أمكن لدينا 8 على 10 ناقص 2 على 10 إذن سوف نحسب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام إذن هو عدد كسري نحتفظ بنفس المقام ونحسب الفرق بين البسطين إذن 8 ناقص 2 8 ناقص 2 تساوي 6 ويبقى لدينا نفس المقام إذن يمكننا أن نختزل نعم لوجود مضاعف مشترك بين 6 و10 وهو العدد 2 إذن نقسم 6 على 2 وأيضا 10 نقسمها على 2 2 مقسومة على 2 تساوي 3 10 مقسومة على 2 تساوي 5 إذن لا يوجد هناك مضاعف مشترك بين 3 و5 إذن توقف الإختزال 7 على 12 ناقص 4 على 12 إذن سوف نحسب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام نحتفظ بنفس المقام ونحسب الفرق بين البسطين إذن 7 ناقص 4 تساوي 3 على 12 الآن أيضا يمكننا أن نختزل لأن هناك قاسم مشترك أو مضاعف مشترك بين 3 و12 وهو العدد 3 إذن نقسم 3 على 3 وأيضا نقسم 12 على 3 يمكننا أيضا أن نختزل باستعمال الضرب 3 مقسومة على 3 تساوي 1 12 مقسومة على 3 تساوي 4 والفرق بين العددين الكسريين هو 1 على 4 الآن لدينا 1 ناقص 2 على 5 إذن عدد صحيح طبيعي ناقص عدد كسري إذن لدينا هنا الوحدة هذه الوحدة هي جزئت إلى كم من جزء سوف نرى مقام العدد الكسري الثاني هي جزئت إلى 5 أجزاء متساوية يعني أننا سوف نكتبه 1 على شكل عدد كسري مقامه العدد 5 وقلنا أن 1 يساوي نفس البسط إذن 5 على 5 ناقص 2 على 5 وهنا نطبق الخاصية وذلك بالاحتفاظ بنفس المقام وحساب الفرق بين البسطين إذن 5 ناقص 2 تساوي 3 على 5 بين 1 ناقص 7 على 8 إذن أيضا سوف نحول هذا الواحد إلى عدد كسري إذن هذه الوحدة قسمت الآن إلى كم من جزء قسمت إلى 8 أجزاء متقايصة أو متساوية إذن نكتبه العدد 1 على شكل 8 على 8 ناقص 7 على 8 تساوي 8 ناقص 7 على 8 تساوي 1 على 8 وبذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته